وإلى شأن آخر أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني اليوم تمديد المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ولتتجاوز بذلك المهل المحددة التي تنتهي اليوم وأكدت موغيريني مواصلة المحادثات في الأيام المقبلة ومغادرة بعض الوزراء من مجموعة الخمسة زائد واحد فضلا عن وجود قضايا عالقة بين الأطراف نحن مستمرون في التفاوض لليومين المقبلين وهذا لا يعني تمديد الموعد النهائي وهي الأيام التي نحتاجها إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وهو أمر لا يزال ممكنا رغم دخولنا في وقت عصيب مجموعة الخمسة زائد واحد باقية جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على نص اتفاق ومواصلة المفاوضات ومعي الآن مفادون إلى العاصمة النمسوية فيينا محمد مجادلي وآخر المسجدات إليك محمد نعم أمير يمكن القول أن هذه المحادثات ستدخل في نهاية هذا اليوم الوقت بدل الضائع حيث أن كافة الجهود الغربية الدبلوماسية على إيران لم تنجح في إخضاعها وتوصل إلى اتفاق في هذا اليوم لذلك هناك تمديد في نهاية المطافة الدبلوماسية الإيرانية هي التي نجحت في إقرار قراراتها وفي إقرار أيضا شروطها على هذه المحادثات لذلك نحن نشهد تمديد حتى يوم الجمعة المقبل ولكن مع كل ذلك أمير لابد من الإشارة أيضا أن الجهود الدبلوماسية الغربية والضغوطات لازالت مستمرة هذا ما أكده أيضا اليوم وزير الخارجي الفرنسي لوران فابيوس عندما قال أن الجهود لازالت مستمرة وأنها يجب على إيران أن تحضر في هذه المفاوضات لأن هذه الجهود الكبيرة جدا وهذه المرونة من قبل القوى الغربية يمكن لها أن تذهب بعيدا عن هذا الاتفاق لنشاهد مقاله لوران فابيوس المحادثات النووية الإيرانية ليست سهلة كانت هناك فترات من التوتر ولكن المفاوضات مستمرة وتعلمون الموضوعات التي نتحدث عنها بالنسبة لجزء فرنسا في المفاوضات نحن نصر خصوصا على القيود اللازمة على الأبحاث والتطوير النووي والعقوبات على إعادة إنشاء أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني الماضي إذن محمد كيف يمكن قراءة تصريحات وزير الخارجي الفرنسي لوران فابيوس نعم أمير بردون أدناشك فرنسا هي اللاعب العصعب وهي الورقة الصعبة جدا أيضا بما يتعلق بيذه المحادثات تجاه إيران هي التي تفرض كافة الشروط الصعبة من قبل الدول الغربية وهذا الأمر أيضا الذي يجعل النقاش يحتدم بينها وبين روسيا تحديدا بما تعلق في هذه المفاوضات لذلك فابيوس أراد أن يؤكد في هذه التصريحات أنه سيكون هناك في هذه المحادثات ليقف سدا منعا أمام الشروط الإيرانية والتمادئ الإيراني ما يصفه أيضا بعض المفاوضون الفرنسيون في داخل قاعات المحادثات لذلك يمكن القول أن الجهود الدبلوماسية لابد أن تستمر في سبيل تواصل إلى هذا الاتفاق ولابد أيضا من المرونة الإيرانية ونهاية المطاف تقديم التنازلات الإيرانية لتواصل إلى هذا الاتفاق المرتقب إذن موفدنا محمد مجال لكنت معنا من العاصمة النمسوية ذينا أود أن أشكرك